ترجمة نانسي قنقر اضبط النصين اللاحقين عندنا نصوص سوف تأتي في الصفحتين التالية ثم تدرب على إلقاء أحدهما وألقه أمام زملائك نريد أن نتذكر جميعا بطاقة التقويم هذه بطاقة التقويم الإلقاء الإسم من يقوم بهذا الإلقاء نتذكر سويا مهارات الإلقاء ذكر الجرأة والطلاقة وقلنا أن الجرأة هي عدم الخوف أو عكس الخجل والطلاقة الانطلاق بالألفاظ والقراءة قراءة سريعة أيضا سلامة الضبط من حيث العلامات الإعرابية أيضا سلامة الوقفات من حيث استخدام علامات الترقيم التعبير الصوتي عن العواطف والإنفعالات هو نقل العاطفة أيضا استخدام الحركة الجسدية هو تعبيرات الوجه وهذا هو الاتصال الحركي أو التعبير الحركي عندنا نص في صفحة 96 آفات اللسان للشيخ عبد الرحمن الداغستاني نريد أن نقرأه ونضبط الكلمات بالحركات يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في هذه ذكرنا علامة الكسر لماذا؟ لأنه سبقها حرف جر في هذه الآية تذكير للمؤمن برقابة الله عز وجل والتي لا تتركه لحظة من اللحظات إلى آخر هذا النص طلب مننا في الصفحة السابقة أن نقرأ النصين اللاهقين ونضبطهما بالشكل ثم نتذرب على إلقاء أحدهما عندنا نص نريد أن نلقي أحدهما نختار واحد من النصوص الأدبية الموجودة عندنا عفوا ثم نلقيهما أمام زملائنا أو أمام أحد والدينا أو إخواننا ثم نقوم نستخدم بطاقة التقويم نذكر الاسم اللي نفترض محمد محمد خالد أي من الأسماء عدد من زملائك أو الأب الأم ثم نذكر درجات من خمسة كما هو مضح لدينا في الكتاب ما هي درجة محمد في الطلاقة والجراءة هل هو يستطيع الوقوف أمام زملائك أو لا يستطيع إذا كان يستطيع نعطي خمس درجات خالد أيضا لا يستطيع نعطي ثلاث درجات أو أربع درجات أو ممكن يرفض الوقوف أمام زملائك فيأخذ صفر سلامة النطق سلامة نطقي الكلمات مضبوطة بالشكل استخدام النحو أو العلامات الإعرابية لكل كلمة هل محمد ينطق نطقا سليم فنعطي خمس درجات خالد ينطق نطقا سليم ونعطيه خمس درجات قد يخطئ أحدهما فتقل الدرجة أو تزيد حسب التقدير سلامة الوقفات استخدام علامات الترقيم أيضا عند الانفعال أو العواطف يرتفع الصوت أو ينخفض أيضا لنرى هل أحدهما يستخدم الإشارات استخدام الجسد تعبيرات الوجه الابتسامة حركة الأعين فنعطيه درجة عليها بعد ذلك نجمع درجات كل منهما بناء على هذين النصين طيب عندنا النص الأول آفات اللسان أيضا النص الثاني قصيدة للدكتور غازي القصيبي رحمه الله أبهى ذكر القصيدة نريد أن نطبق عليها بطاقة التقويم المذكورة عندنا في صفحة خمسة وتسعين نختار أحد النصين ونلقيه أيضا نفس النص يلقيه أحدا آخر حتى نتدرب على مهارات التقويم وبطاقة تقويم الإلقاء طيب في التدريب رقم 20 مارس دور المدرب مارس دور المدرب اختار أحد المهارات التي تجيدها نبغى نختار موضوع ونكتبه بناء على هذه العناصر المقدمة العرض الخاتمة المنطقية الإلقاء مهارات الإلقاء طبعا العناصر الأولى هذه عناصر الخطابة هذه عناصر الخطابة في الإلقاء هذه عفوا مهارات الخطابة هنا مهارات الإلقاء مهارات الإلقاء ذكر الجراءة والطلاقة وسلامة الوقافات والتنغيم ونقل العاطفة واستخدام لغات الجسد والاتصال البصري في دروس سابقة ذكرنا عندما تحدثنا عن موضوع أو كتبنا عن موضوع الصداقة وذكرنا الأدلة والبرهين وذكرنا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا قصة لنا مع أحد أصحابنا اليوم سوف ممكن أن نعود إلى نفس الدرس أو إما أن نكتب موضوعا جديدا بالنسبة لي أنا كتبت موضوعا جديد بنفسي أعرضه أمامكم طيب عندنا أولا ذكرت الموضوع وطن العلياء وطن العلياء نتذكر سويا مهارات مهارات الخطابة وهي المقدمة العرض أيضا الخاتمة هذه أهم مهارات الخطابة طيب ذكرت هنا الحمد لله نستطيع قراءة الموضوع سويا الحمد لله رب العالمين عفوا الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان ومن علينا أن جعلنا من هذه الأرض المباركة والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه أجمعين ذكرت المقدمة ذكرت المقدمة طيب تنعم هذه البلاد المباركة ولله الحمد بخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدي الأمين كما تنعم هذه البلاد الطاهرة بمبدأ الإنسانية وهو ما لمسناه في خطاب الملك سلمان الأخير في مواجهة جائحة كورونا حيث قال سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين ثم قال أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية لو رجعنا إلى الموضوع نلاحظ أن ذكرنا فيه في المقدمة ذكرنا الأمن والأمان عند قراءاتنا للمقدمة نعرف أننا سوف نتحدث عن وطننا الغالي وأيضا نتحدث عن نعمتي الأمن والأمان في العرض عندنا ذكرنا عرض لما سوف نتحدث عنه يحتوي العرض على بعض الأدلة والبراهين ذكرت من الأدلة والبراهين جزء من خطاب الملك حفظه الله الأخير في مواجهة جائحة كورونا ختاما عندنا الخاتمة ستظل بلادنا شامخة بإذن الله حفظ الله بلادنا وسائر بلاد العالم وحفظ الإنسانية جمعا من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي نطرح مهارات الإلقاء ونأخذ بطاقة التقويم طيب نرجع قليلا أثناء تقويمي للخطبة هل أنا ذكرت المقدمة هل بيّنت أهمية الموضوع هل حددت المناسبة عددت الفوائد أيضا أثارت التفاعل من خمس درجات نحددها من خلال تقويمنا للخطبة الذي ألقيناها أو الموضوع الذي ألقيناه قبل قليل طيب ذكرنا فيه أهمية الموضوع أننا ننعم بنعمة الأمن والأمان المناسبة بيان مكانة المملكة أيضا الفوائد وبناء المصداقية وإثارة التفاعل العرض انتقينا المفردات وبلاغة في الخطاب وإضفاء المتعة الخاتمة قدرتها على ترسيخ ما ورد في الموضوع في الخاتمة لو لاحظنا في الخاتمة ذكرنا إيش ستظل بلادنا شامخة الموضوع هو إيش وطن العلياء الشموخ العلياء مرتبطان ببعضهما أيضا قدرته على ترسيخ ما ورد فيه الموضوع من أفكار المنطقية ذكرنا أدلة وحجج وبرهين وقتبسنا جزءا من خطاب الملك سلمان الأخير حفظه الله بعد ذلك مهارات الإلقاء ألقيتها بدون خوف أو خجل يوجد الطلاقة أثناء الإلقاء سلامة الوقفات استخدمناها التنغيم نقل العاطفة استخدام لغة الجسد والاتصال البصري نشاطات الغلق نشاطات الغلق استخدمنا مصلحة الخطبة والخطابة نريد عندنا كذا فقراه نريد أن نعرف هل موقفي فيها ينتمي أو ثابت المعلم أثناء شرح الطلاقة شرحه للطلاب نجد معلم يوصل الفكرة بطريقة أسرع وبطريقة أسهل إذن متغير إذن منتمي إذن منتمي طيب طبيب يصف لمريض حالته المرضية وكيف استخدام الدواء هل الطبيب عندما يصف حالة مصاب هل هل تتغير أو لا لا تتغير إذا كان المصاب بنفس المرض إذن غير منتهمي طيب مدير المدرسة يناقش أحد الطلاب حول مستواه الدراسي هل المستوى يتغير أو لا يتغير يتغير إذن منتمي إذن منتمي أحد الخبراء يقدم ورقة عمل في مؤتمر علمي هل هذا شيء منتمي أو غير منتمي منتمي لأن أوراق العمل ممكن أن تتغير رئيس دولة يلقي كلمة بلادي في إحدى المؤتمرات غير منتمي لما ينتهي المؤتمر ينتهي تغيير هذه هذه الورقة أو هذه الكلمة مذيع تلفزيون يقرأ نشرة الأخبار نشرة الأخبار غير منتمية نشرة الأخبار في تمام الساعة التاسعة من يوم 1-1-2020 هي نفسها لو عدتها بعد سنة أو بعد شهر نفسها عندنا في التدريب الثاني يقول لك إرسم شكلا أو جدولا يلخص مهارات الخطابة والإلقاء سوف نرسم الشكل سويا مهارات الخطابة نعددها اختيار الموضوع بناء المقدمة ضمان الفهم أيضا اختيار الموضوع وأسلوب العرض وبناء المقدمة وضمان الفهم واستخدام اللغة غير اللفظية مهارات اللقاء قلنا قلنا عنها الجراءة طيب قلنا الجراءة الطلاقة سلامة الوقفات سلامة الوقفات أيضا التنغيم طيب مهارات الخطابة قلنا اختيار اختيار الموضوع أيضا قلنا بناء بناء المقدمة قلنا أيضا العرض أيضا ضمان الفهم أيضا وأهم واحد في الأخير اللي هي الخاتمة هذه مهارات جدول ممكن أن نرسمه أو شكل يمكن أن نرسمه طيب عفوا مرة علينا تدريب قبل قليل هنا عناصر مهارات الخطابة المقدمة والعرض والخاتمة والمنطقية لضمان الفهم مهارات الإلقاء الجراءة الطلاقة سلامة الوقفات التنغيم نقل العاطفة استخدام لغة الجسد الاتصال البصري يمكن استخدامه في هذا التدريب طيب نلخص أخيرا مهارات الخطابة مهارات الخطابة اختيار الموضوع وبناء المقدمة والعرض وضمان الفهم والخاتمة مهارات الإلقاء الجراءة الطلاقة سلامة الوقفات نقل العاطفة التنغيم الاتصال البصري طيب في ضوء مهارتك مهارات الخطابة والإلقاء حدد الأسباب التي تجعل دروس بعض المعلمين مملة أو قليلة النفع الأول الشروط الذهني للطالب الثاني عدم تنظيم الوقت والأعمال في جدول الثالث عدم وجود الدافعية أو الحماس لدى الطالب لتعلم هذا الدرس أيضا ترك الاستفادة من الطرق الحديثة في الدرس والاعتماد على الطرق القديمة طيب التدريب الرابع اكتب وصفة إرشادية لصديق يطمح أن يكون خطيبا ناجحا أنا شخصيا كتبت إلى صديقي رسالة بحيث أن يكون خطيب ناجح عندما يطمح إلى أن يكون خطيبا ناجحا كتبت له لتكون خطيبا ناجحا يلزمك الإلمام بمهارات الخطابة ومهارات الإلقاء ثم ذكرت له مهارات الخطابة وذكرت له مهارات الإلقاء مهارات الخطابة قلنا اختيار الموضوع وبناء المقدمة وأسلوب العرض وضمان الفهم بعد ذلك الخاتمة وذكرت له مهارات الإلقاء وهي الجراءة والطلاقة وسلامة الوقفات والتنغيم ونقل العاطفة بعد ذلك استخدام لغة الجسد نذهب إلى التدريب الخامس هذا التدريب يخص الطالب بنفسه ماذا يريد أن يتعلم مستقبلا أو ماذا يريد أن يعرف وماذا عرف سابقا المفترض أن يكون عرف مهارات الخطابة أيضا مهارات الإلقاء أيضا بطاقة التقويم طيب ماذا أريد أن أتعلم كل طالب يكتب ماذا يريد أن يتعلم من موضوع الخطابة والإلقاء في هذا عفوا ماذا أعرفه سابقا وماذا أريد أو ما تعلمته عفوا هذه البيانات نكتبها في المربع هذا هذا ما أعرفه سابقا أيش كنت تعرف قبل أن ندرس هذه المادة أيضا هنا نكتب ما تعلمته مهارات الخطابة ومهارات للقاء وبطاقة التقويم ماذا تريد أن تعرف مستقبلا عن هذا الموضوع طيب ما كنت أعرفه سياغة الخطبة ما تعلمته حسن الاستشهاد ما أريد أن أعرفه مطابقة الحال لمقتضى الحال طيب بعد ذلك يوجد اختبار بعدي نطبق ما أخذناه سابقا إلى هنا وصلنا إلى نهاية كتاب التطبيقات في مادة القراءة والتواصل اللغوي في الختم أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله أولا شكرا للمملكة العربية السعودية أن منحتنا هذا التعليم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين أيضا الشكر موصول إلى وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمدان الشيخ أيضا الشكر موصول إلى الزملاء المشرفين والمعلمين لمنحوني الفرصة أن أقدم لكم هذه المادة أيضا الشكر الأهم أن يكون للطالب الذي منحنا فرصة تقديم هذه المادة له ولوالديهم وعوائلهم إلى هنا اكتمل الكتاب شكرا للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر